اهلا بكم معينا في حلقة جديدة من اميرة في المطبخ على سي بي سي سوفر معكم من على الهوى ان شاء الله من اربعة لخمسة النهاردة حسب التقسيم الجديدة للأسبوع في 2019 حلقة تحضيرات الأسبوع بدأنا بحاجات كتير وبدأنا بحاجات أساسية جدا ولسه مكملين في الحاجات الأساسية التحضيرات دي بتكون يا اما حاجات بتتشال في دولاب المطبخ يا اما حاجات بتتشال في الفريزر يا اما حاجات بتتشال في التلاجة سواء بقى للاستخدام الأسبوعي او للاستخدام الشهري وفيه طبعا حاجات بنستخدمها على مدار ست شهور او سنة زي الخضار والفكهة اللي احنا خزناها مع بعض النهاردة عندنا كفتة باني والكفتة الباني مزيتها ان هي ممكن تتشال في الفريزر لمدة ست شهور وتطلع يا دوبك تاخد تعفيرة الدقيق بتاعتها وتتقلي لطيفة جدا لو طلعناها من الفريزر بنقليها وهي مجمدة تماما ما بنسبهاش تفك لا نص فكه ولا فكه كاملة بطلعها وهي مجمدة او منازلها في الدقيق الزيت في الحالة دي هيكون دافي مش سخن زي ما احنا حنعمل النهاردة مثلا علشان يلحق يستوي وياخد اللون من بره ويستوي من جوه والتجميدة تفك في حالة ان انا حقليها مجمدة لازم الزيت يكون دافي مش معناه انه دافي قوي زيادة عن اللزوم هتفك برضو لأ يعني قصدي يكون متوسط الحرارة بعد شوية ممكن نعلي النار عليها كمان مش هننزل كميات كبيرة في الطاصة وإلا التجميد بتاعها أو التلج اللي موجود جوه الكفتة هينزل لي درجة الحرارة بتاعت الزيت جدا وحتبتدي الكفتة تفك ومش هتستوي فهنعمل النهاردة مع بعض كفتة باني كمان هنعمل سوس الجريفي وسوس الجريفي بتعمل زي ما قولنا قبل كده عملناه طبعا بمليون طريقة الطريقة الرئيسية بتاعته هي حر العضم سواء عادة بيبقى العضم اللحمة مع الخضروات وبعدين بيبتدي يضغلي على النار فترات طويلة جدا جدا بتصل في بعض الأوقات لأربعة وعشرين ساعة وبعد كده بناخد الكلام ده ونتحنه ونصفيه ودي الطريقة الأساسية وهي الطريقة طبعا الصعبة عملناه احنا بقى بأكتر من طريقة هنعمل منهم كمان طريقة النهاردة لطيفة جدا سوس الجريفي ممكن يتحط مع لحمة مشوية مع فراخ مشوية ممكن يتحط مع بيوري زي ما احنا هنعمل النهاردة ممكن يتحط مع حاجات كتير جدا استخداماته كتير جدا وبيبقى مفيد قوي وجوده في الفريزر او في التلاجة كمان هنعمل مع بعض تدبيلة للحمة والحقيقة تدبيلة للحمة النهاردة اللي هنعملها هي تدبيلة بيسيك تدبيلة أساسية جدا وتدبيلة مصرية جدا يعني كل أمهاتنا متعودين على التدبيلة دي التركة اللي في التدبيلة دي ان احنا هنضرب كل الحاجات في الكبة فلو احنا ما ضربناهاش كويس جدا بقت ميا اللي حيحصل انه هيكون فيه قطع على اللحمة واحنا بنشويها والقطع دي هتتحرق فيفضل ان احنا نضربها كويس جدا جدا لحد ما تبقى مهروسة خالص تماما اكدناها بيوري بدون قطع التدبيلة بقى بتاعة الفراخ النهاردة هتبقى تدبيلة التكة ودي تدبيلة مش مركة وهي تدبيلة لطيفة جدا لانه اللون بيطلع حلو قوي والقوام او اللحم بتاع الفراخ بيطلع طاري جدا نتيجة التوابل ونتيجة كمان الزبادي وزي ما انتوا عارفين طبعا الزبادي ممكن نحط بداله لبن رايب بما اننا النهاردة في الحلقة بتاعة التخزين فتخزين اللحمة والفراخ ممكن يوصل لحد 6 شهور لكن زي ما بنتفق في كل حلقات السبت انه لازم يكون متكيس كويس جدا التكيسة دي بتمنع الهوى انه يدخل فما فيش بكتيريا فما فيش تفاعل تاني حاجة بيمنع كل الروايح انها تطلع من جوه اللحمة او الفراخ وتدبيلتهم لبقية الحاجات اللي في الفريزر او العكس ريحة تانية تخشي لهم جوه بتمنع كمان التلج انه يدخل جوه والتلج بيغير الطعم والريحة والقوام بتاع الاكل فلازم يبقى متكيس كويس جدا اتفقنا ان احنا بنكتب التدبيل والصنف واكتفقنا كمان ان احنا بنكتب التاريخ واتفقنا اخر نقطة ان احنا الحاجات القديمة بتنزل لتحت العكس الحاجات الجديدة بتنزل لتحت والحاجات القديمة بتطلع لفوق عشان اسحب من فوق القديم الاول وبعدين اروح للحاجات الجديدة دي النصائح اللي كنا عايزين نتكلم فيها النهاردة وجالي اسئلة كتير جدا عن تنظيم الوقت وعن تنظيف المطبخ جالي كمان أسئلة كتير جدا عن جهاز العروسة وجالي أسئلة كتير جدا عن الميزانية إزاي نقسم المرتب على الشهر فكل الحاجات دي إحنا بنحضرها وعمل لكم مفاجأة كبيرة جدا في موضوع جهاز العروسة فانتظرونا إن شاء الله كده في خلال الأيام الجاية حيكون فيه مفاجأة إن شاء الله تكون سعيدة بالنسبة لكم إحنا كده قلنا المعلومات اللي عايزين نقولها وحنطلع فاصل ونرجع نعمل بقية وصفاتنا استنوا هنا أهلا بيكو بعد الفاصل زي ما قلتلكم حنعمل النهاردة التدبيلة بتاعة التكا إحنا حنشوي بما إننا عايزين برضو نعلم البنات لما يطلعوا الفراخ دي من الفريزر هيسووها إزاي فإحنا النهاردة حنشوي لكن أنتوا ممكن تقفوا عند التدبيل وزي ما عملنا فيه حلقات كتير تجيبوا الأطباق اللي هي بتبقى الأطباق الفوم دي دي تاخد نص فرخة يعني أقسم الفرخة مرة كمان كده بالطول تبقى ورك وسدر أو تاخد ربع فرخة لو أنتوا عايزين تشيله إربع حسب أنتوا لما بتطلعوا تستخدموا قد إيه أو فيه الطبق اللي هو دابل الحجم ده اللي هيبقى فيه الفرخة الكاملة ده ما بتحطش فيه أي حاجة سخنة لأنه بيتفاعل مع الأكل وبيسيح فده يتحط فيه بس الحاجات متتبلة بنحط الكيس تحت زي ما وردكوا قبل كده والكيس تاني فوق حاجيم الكياس دلوقتي برضو ووريكوا أو البلاستيك راب وبعدين ألف كويس جدا وأكتب عليه وأدخله تعالوا بقى نشوف التدبيلة بتاعة الفراخ أول حاجة الفراخ عندنا هنا زي ما أنتوا شايفين كده مفتوحة زي ما احنا بنقول عليها باتورفلاي أو مفتوحة كتاب من وراء متشال منها العظمة اللي هي بتبقى سميكة أو تخينة هنا وهنا والباقي مفتوح زي ما أنتوا شايفين كده طيب الفرخة دي اتغسلت كويس جدا بمية الحنفية تشال منها الأول الزوايد اتغسلت كويس جدا بمية الحنفية وبعدين اتنقعت في مية فيها سكر وخل وملح وكمان معاهم شوية من الدقيق الأبيض وبعد كده اتشطفت كويس جدا وتصفت التدبيلة بقى هتبقى عبارة عن زبادي طبعا التدبيلة اللي قدامكو دي بالمقادير اللي قدامكو دي لفرخة واحدة طبعا كل ما حتضعفوا كل ما حتضعفوا كمية برضو زبادي زعتر بابريكا جنزبيل توم وأنا مستخدمة هنا الجنزبيل والتوم فرش وده الأفضل لكن لو ما فيش طبعا ممكن نستخدمهم بودرة رشة سكر ممكن نحط بدلها عسل أبيض أو عسل أسود أو دبس الرومان معانا حبهان بودرة وكمون وكسبرة ملح وفلفل معجون طماطم أو صلصة الطماطم وزبدة وممكن كمان نحط معلقة زيت زتون أو زيت دورة والزيت هنا وظفته أنه يديني لمعة الزبدة وظفتها أنها تخليلي الفراخ طرية جدا فده لحاجة وده لحاجة لو حد بيعمل رجيم ممكن يستخدم الزبادي لايت ويكتفي بمعلقة الزيت وما يحطش الزبدة بسم الله ملح فلفل أسود زعتر بابريكا حبهان بودرة كسبرة كمون كله بودرة مطحون سكر طوب مفروم جنزبيل فرش مفروم زبادي أنا مش عايز أتحرك كتير عشان عائشة بس اتطريت مراعية الموضوع بس اتطريت معلش زبادي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يبقى بالتأكيد هطلع الفرخة دي واسيبها تبرد تماما مش تبرد هاسيبها تفك تماما واتفقنا ان احنا بنسيب اللحوم تفك في طبق غويت في التلاجة مش برا وبعدين بعد ما توصل للدرجة بتاعة التلاجة ارفعها من التلاجة احطها على الرف لحد ما توصل لدرجة حرارة الغرفة في الوقت ده بكون سخنت الجريل كويس جدا حطيت عليها المعلقة بتاعة الزيت ونزل الفراخ تبتدي تستوي اول دقيتين على الناحية الاولى ودقيتين على الناحية التانية بيكونوا على نار عالية جدا لو الفرخة صغيرة اللي احنا بنسميها فروج يعني اللي هي بتكون تقريبا من 900 جرام ل 1200 جرام دي ما بتاخدش اكتر من نقول 7-18 دقايق على النار وحتكون استوى تسوى كامل فدي بنديها نص السوى على النار عالية جدا ونص السوى التانية على نار هادية متغطية من غير مية من غير اي حاجة خالص كل ما الفرخة هتكبر كل ما المدة دي هتزيد واللي على نار هادية بغطى هيزيد الفراخ الكبيرة قوي بتاخد بقى نقطة مية سخنة على طرف الجريل علشان ما تقلبش معايا فراخ مسلوقة ناخد بقى معلقة زيت درة او زتون دي معلقة كبيرة طبعا انتوا عارفين دي بتنزل قليل فدي كلها معلقة كبيرة بس متوزعة على الجريل كلها هقوم منزلة الفراخ طبعا انتوا شايفين الجريل سخنة ازاي وهو ده الصح علشان اخد اللون وعلشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتنشف معايا طي مضطرين بقى احنا نعمل كده على الشيء هو كده ويجي وقت الايه الجلاوز ونقوم مدلكين طبعا طبعا اكيد زي ما بنقول دايما انتوا مش هتستخدموها على طول دلوقتي كده لانه هي لسه ما تتبلتش انا محتاجة ان التدبيلة دي تخش فيها كلها وتقعد في الفراخ يعني انا لو عارفة ان انا مش مخزنها في الفريزر وانا عارفة ان انا عايزة اعمل الفراخ دي لغدا بكرة هعملها من بالليل واسبها في التلاجة وماجي تاني يوم اقوم شوياها مش هقدر اعمل كده يبقى على الاقل نديها مثلا في التدبيلة ساعتين كده تاخد وتدي معاها وتدخل في كل الايه اللحمة بتاعة الفراخ طيب الفراخ دي انا مش هنغزها بالسكينة ولا هشراحها بالسكينة لان دي فروجة صغيرة فهي هتاخد الطعم وحتبقى حلوة جدا لكن لو اكبر من كده افضل ان احنا نغرزها بالسكينة علشان تستويب سرعة وعشان التدبيلة تخش جوه اللحمة التخينة قوي دي لكن هنا مش محتاجة اعمل كده باسم الله الرحمن الرحيم وعلى الوش اللي فيه الجلد الاول وشكرا للتدبيلة وشكرا للجلد نديها بقى الوش الاولاني على النار العالية جدا دي وبعدين الوش التاني على النار برضو عالية جدا وانا بالنسباري عشان هي صغيرة حسيبها تكمل على نار عالية بس افضل اني اغطيها علشان ده يحافظ على انها تفضل طرية والبخار اللي طالع ده كله ما يطلع ليش كل العصارة اللي جوه او الجوسز اللي جوه الفراخ وتنشف من جوه بسم الله يا سلام شوفوا طالما بنستخدم مقادير مزبوطة وبنستخدم درجة حرارة مزبوطة ناخد النتيجة اللي احنا عايزينها احنا شايفين دلوقتي الجريل ما فيهاش ولا نقطة مية من الفراخ وشايفين اللون عمل ازاي ولو انتم لاحظين لو انا عملت كده واحنا دايما بنختبر طبعا في الورك لانه هو بياخد وقته اطول في السوا لو انا عملت كده هلاحظ ان خلاص اللحمة بدأت تستوي اهي مسكة نفسها ما بتروحش وتيجي معايا ليه علشان درجة الحرارة مزبوطة والفرخة صغيرة خدنا دلوقتي تاني اه تشويحة على نار عالية جدا افضل بقى ان انا اقوم مغطيها طبعا لو انا بعمل على اه فحم اوكي لو انا عايزة اسخن فحماية واحطها في طبق صغير ونزل عليها نقطة زيت وبعدين اقوم قفلاها علشان قديها الطعم بتاع شوي الفحم مفيش مشكلة بس خلوا بالكم ان الحرقة دي للامانة يعني اه الناس اللي سهل ان هي يجي لها حمودة الحرقة دي بتزود الحمودة فنخلي بالنا علشان فيه ناس كتير بتبقى مش عارفة ان هو ده السبب انا مش عايزة اقفل البخار قوي زيادة عن اللزوم يدوبك كده بس ايه عشان احافظ على التراوة بتاعتها يلا بينا نطلع فاصل هنضف مكاني واروق حاجتي عشان نرجع ندمع لتدبيل اللحمة استنونا اهلا بيكم بعد الفاصل طيب نشوف الفراخ وصلت لإيه شوفه اعرف من اين الفراخ استوت اختبارين الاول اني امسك كده بيدي او باي حاجة تانية واعمل كده في الفراخ الاقيها بتروح وتيجي معايا اهو يعني طرية لكن انا ما بغرس جوه الفراخ اهي اهي ده معناه ان الفراخ استوت لكن من جوه مش نشفة مش مفتلة زي ما بنقول الاختبار التاني وده اللي انا ما بحبوش ان انا احط بس ده يعني الاسهل والمضمون اكتر اجي من عند الورك واقوم دخلة جوه واطلع واستنى تاني اهو اخش جوه هنا واطلع واستنى لو ما فيش هنا سائل طلع من الفراخ لونه بينك يبقى الفراخ استوت لو فيه سائل طالع منها شفاف يبقى هي طرية لو ما فيش سائل طلع منها خالص يبقى الفراخ دي نشفت فانا دلوقتي عندي اهو سائل اهو واضح قوي طالع من الفراخ اهو شايفين السائل ده اللي على السكينة ده سائل شفاف يبقى الفراخ كده استوت وفي نفس الوقت والجلد بتاعها اهو ابيض مش بينك يبقى كده الفراخ دي استوت وما نشفتش لو السائل ده بينك يبقى الفراخ لسا عايزة شوية لو ما فيش سائل خالص يبقى استوت ونشفت شوية طيب تاني حاجة لو انا عايزة احط واحدتين كده من الزبدة انكه بيهم الفراخ وتطلع لي الفراخ طرية ولطيفة مش عايزة ما فيش مشكلة خالص انا كده حطفي وهسيبها على الحرارة مع الزبدة وهسيبها ايه تتشرب من الزبدة دي مش عايزين زبدة بلاش زبدة ما فيش مشكلة خالص واضحة اظن الفكرة وواضحة الطريقة بتاعت التسوية اخر حاجة هعملها قبل ما تمشوا من عند الفراخ ان انا اخد معلقة واخد من الزبدة اللي اتنكهت بالفراخ دي واقوم نزلة على كده الفرخة نفسها بس كده عشان ما نضيقش بعض اهو وامواخ ده ايه على الفراخ كده اهو وده مش اجباري يا جماعة ده اختياري بس بيفرق جامد جدا في طعم الفراخ لكن طبعا لو حد بيأكل الفراخ دي عشان هو بيعمل دايت او عشان هو عنده ظروف صحية معينة فبيأكل بيأكل مشوي بالتأكيد مش هنعمل احنا كده يعني بس بندلع نفسنا اوكي انا كده طفيت خلاص اعمل ايه بقى اغطي الفراخ لازم تتغطى لمدة نقول عشر دقايق قبل ما تتقدم وتتاكل وهي مطفى عليها ليه علشان ترجع تهدى العسارة كلها تدخل جوه وترجع تبقى طرية جدا من جوه ودرجة الحرارة متعدلة تمام خلصنا كده الفراخ تعالوا نشوف بقى تدبيلة اللحمة طيب هل يا اميرة تدبيلة اللحمة اللي احنا هنعملها دي بما انها التدبيلة الرئيسية وبما انها التدبيلة المصرية ما ينفعش نعملها مع الفراخ لا ينفع ينفع اتبل بيها فراخ ينفع اتبل بيها سمان ينفع اتبل بيها حمام فينفع جدا مفيش اي مشكلة قطعية اللحمة اللي عندي دي انتركوت شاوي كندوز اللي هي بيبقى عليها الأطراف بتاعة السمين أو الأطراف بتاعة الدهن دي انتوا عايزين تجيبوا فلتو اللي هي ما فيهاش دهن أكتر يعني على ستيك أكتر عايزين تجيبوا أي قطعية تانية أوكي لكن دايما احرسوا أن اللحمة بتاعة الشاوي ما تكونش تخينة قوي عشان ما تخدش مدة تسوية عالية جدا أو تكون نية من جوة لو انتوا بتحبوش تاكلوا الأكل ميديم يعني فاحرسوا أنها تكون مش سميكة قوي وبالتأكيد لحمة الشاوي المفروض أن هي تكون في دربة حارة الغرفة وأنا بشويها ويفضل كمان أنها تكون منقوعة في التدبيلة شوية حلوين لو اللحمة دي ضاني أفضل أن احنا نحط لها خل أبيض لو هي ضاني لكن هي كندوز علشان نعمل تدبيلة الشاوي بتاعة اللحمة أو بتاعة أي حاجة تانية احنا محتاجين الحاجة اللي هتتشوي فأنا عندي هنا انتركوت شاوي محتاجين بصل وتوم وزعتر وروزميري وبابريكا محتاجين طماطم مستردة ولمون عسل أسود جوه التدبيلة وللتقديم بطاطس محمرة أوكي العسل الأسود ممكن استبدله بعسل أبيض أو بسكر أو بكاتشب أو بباربيكيو سوس كل دول هيدوني تسكيرة وكل دول كل واحد فيهم هيديني طعم مختلف للتدبيلة وكل واحد فيهم هيديني لون مختلف للشاوي فبرحتكم احنا هنستخدم معلقة عسل أسود واحد بس في التدبيلة والبطاطس المحمرة طبعا للتقديم هنعمل إيه؟ نقول بسم الله بقى حديها كمان معلقة زيت أنا بحب في الشاوي أقدي معلقة الزيت لأن بحس إن هي بتدي لون وبتدي لمعة حلوة جدا فحطينا معلقة الزيت ملح فلفل أسود بابريكا عصير لمون طوم مستردة عصير أسود معلقة واحدة وبعدين هاخد عشان أساعد بس الكبة هاخد البصل ده أربعة تربة التماطم ممكن تقشروها في ناس ما بتحبش قشرة التماطم أنا أنتو طبعا أكيد عارفين أنا ما بحب الحاجة زي ما هي لكن اللي عايز يقشرها هيقشرها ما فيش مشكلة هادي التماطم يفضل طبعا التماطم تكون تماطم حمرة ومستوية وبعدين الزعتر والروزميري الزعتر والروزميري دلوقتي بيتبقوا في كل حتة وبيتزرعوا بمنتهى السهولة على الشباك بتاع المطبخ وبيطلعوا وبيطلعوا منهم كمية حلوة جدا فممكن من أي سوق أو من أي حد من الجران ناخد يعني عنقود بس بصول عنقود يكون له جدر يفضل على فكرة لو تحط من غير جدر كمان بينبت بس لو جدر طبعا بيسهل أكتر هشوفلكوا واحد دلوقتي في الخضرة اللي عندي دي يكون له جدر وبنحطه في التينة وبيطلع حلو جدا سواء الروزميري أو الزعتر أو النعناع أو الحاجات دي سهلة قوي في الزرعة ما فيهاش مشكلة وأكيد نجلق عملته لكوا قبل كده يعني فبالتفصيل أكتر يعني خلاص هاخد ده بقى أضربه ضربة بسم الله عايزة أقول لكم حاجة بصوا كده أنا بالنسبة لي دي تدبيلة خشنة دي تدبيلة خشنة تنفع يعني ولا ما تنفعش آه تنفع بس هتطر أعمل إيه لما أجي أشوي اللحمة دي أنزل التدبيلة من عليها كويس جدا عشان ده ما يتحرقش على النار بالذات لو أنا بشوي على فحم يعني لو أنا بشوي هنا مش مشكلة لكن لو على فحم لأ هتقع على الفحم وحتعملي دخانة جمدة جدا طيب أنا عايزة أنا عامها أكتر من كده أعمل إيه نقطة مياه سخنة نقطة مياه سخنة بتغلي وإيدي على الكبة ونزل المياه شكرا طيب قلنا التدبيلة دي ممكن أتبل بيها أي حاجة تانية طيب لو أنا حسيت أن التدبيلة كميتها كبيرة على كمية اللحمة اللي أنا حشويها أو على كمية أي إن كان اللي أنا حشويه أعمل إيه؟ قبل ما حط عليها اللحوم هقوم شايلة جزء من التدبيلة في كيس وكتب عليه تدبيلة مثلا شرقي أو تدبيلة شوي مصري أو أي إن كان هتسموها إيه وحقوم شايلهم في الكيس أطلع الكيس أجيب اللحوم بتاعتي طازة ما هيش متجمدة وأقوم نزليهم على بعض وأبتدي أشوي فدي تسهل كمان علينا جدا الشوي نحط بقى كده أهو يعني أنا بتحقيق لي برضو مش هستخدم الكمية كلها طيب بعد ما تبل ممكن أرفع اللحمة دي الفريزر هحطها برضو في الطبق اللي هو الفوم وححط الكياس زي ما تعلمنا وحقفل كويس جدا الكيس وعلى الفريزر على طول وقت الشوي لازم توصل لدرجة حرارة الغرفة أو حشوي دلوقتي خلاص عادي على طول ماشي بس يعني يفضل طبعا برضو أسيبها تتبل شوية طيب بتقدمها بالطريقة دي بالزيت اللحمة الانتركات والستيك وكده أوكي خلاص ما فيش مشكلة لو إحنا عملنا كده تمام ممكن بس تورهم التدبيلة قبل ما أسيب هذه الفقرة أهو شكرا جزيلا ندي بقى هنا النقطة بتاعت الزيت على الجريل السخنة المولعة بسم الله الرحمن الرحيم مش عايزين تحطوا زيت ما تحطوش أنا بفضل النقطة بتاعت الزيت دي بتديني دخانة لطيفة جدا بزيت إن إحنا بنشويش على فعل وكمان بتديني آآ لمعة للحمة لطيفة جدا وأكيد لو الجريل يعني نوية تلزق هتغير رأيها أهو هنا أسخن هنزل على هنا هنحط اللحمة كلها هنسويها على نار عالية على الناحيتين هنطلع فاصل ونرجع نشرح أكتر على تسوية اللحمة ونعمل مع بعض الكفتة أهلا بيكو بعض الفاصل كده احنا عملنا تدبيلتين للشاوي تدبيلة للفراخ وقدمناها وتدبيلة لللحمة واللحمة بتستوي دلوقتي على النار عالية جدا على الاتجاهين علشان ما تنشفش مننا أول ما تخلص هنحطها في طبق التقديم تاني وصفة معانا بقى أو تالت وصفة معانا هتكون الكفتة البانية عشان نعمل الكفتة البانية عندنا لحمة مفرومة عايزينها حمرة عايزينها بدهن يفضل بدهن عشان تمسك نفسها وعندنا بقدونس مفروم بصل مفروم توم مفروم بيد عندنا دقيق أبيض عندنا يعني مش عارفة ليت فيها عندنا اتنين بقدونس التوابل بقى التوابل إرفة وجست التيب وحبهان وسبع بهارات تمام وعندنا طبعا زيت للقلي وعندي دقيق أبيض وعندي اللي باب تعيش فينه يعني إيه اللي باب تعيش فينه يعني جبنا العيش الفينه شلنا القشرة الخارجية بتاعته والحقيقة أنا ما بشلهاش لأنني بشوف أنها بتهضر نص الرغيف على الفاضي وهي كده كده مش هتبان جوه اللحمة وحطناها في مية من الحنفية علشان تترى ده كل اللي عملناه وأنا في البيت صراحة ما بشلش الوش بتاع العيش هعمل إيه بسم الله وأكيد معي أنا ملح وفلفل مش عارفة قلت ولا لأ أكيد معي أنا ملح وفلفل طبعا طيب قادي التوابل كلها مع بعض ممكن تستخدموا حاجة فيهم بس سبع بهارات مثلا تستخدموش بقية الحاجات كلها كل واحد يحط الحاجات اللي هو بيحبها وقادي التوم وقادي البصل حضرب دول الأول مع بعض بالملح والفلفل بس عشان ما ننسهمش وبعدين حضربهم ضربة مع بعض الأول ملح فلفل اسود نقفل ونشغل بسم الله ناخد البيض بسم الله الرحمن الرحيم هاخد نقول ثلاث بيضات يعني آه لكمية اللحمة دي هاخد ثلاث بيضات وحنزل كمية اللحمة اللي أنا هستخدمها اللي هي تقريبا دي كده يعني تقريبا هستخدم نص كيلو أشغل وبعدين هحط اللي بابة العيش الفين والبقدونس في الآخر ننزل بقى شوية البقدونس ممكن كوزبرة طبعا وننزل العيش الفينو بعد ما عصرناه من ميته كويس جدا ونحط معلقة دقيق للربط بس ونقفل ونشغل الكابة تاني ممتاز طيب بعمل فيها إيه بقى الكفتة دي باخدها أعفرها في الدقيق وقليها أو أشيلها في الفريزر اللي يريحكم عايزين تشيلوها في كياس في الفريزر أو في الطبع متكيسة في الفريزر أوكي عايزين تقلوها على طول أوكي بس لازم تتعفر بالدقيق دقيق والكفتة البني اللي هي التقليدية المصرية بتاعتنا دي اللي كل أهلينا كانوا بيعملوها لنا وإحنا صغيرين آم دي ما بتاخدش من برة بيده بقسماته كده لأ دي بتتعامل بدقيق بس فأما مثلا إيه أدي أتنين أدي أربعة أدي ممكن نكتفي بستة عشان ألحق أعمل جريفي هلحق ولو مش هلحق وقتين إيه آه هلحق إن شاء الله تعالى بس نروح هنا ننزل دول بسم الله الرحمن الرحيم نعفر كده بدي إيه كويس قوي قوي وعادة هي بتبقى كفتات كبيرة اللي كانوا بيعملوها لنا أمهاتنا ربنا يديهم الصحة وطولة العمر يا رب ويرحم آآ اللي سابونا منهم آآ بتبقى كبيرة كده يا جماعة ما بتبقاش صغيرة وتلاقوها جوسي بقى كده من جو لإن هي حجمها أصلا كبير أهي ونزل على زيت حامي لحد ما الدنيا إيه تمسك معايا كده ممتاز خلصت الكفتة واللحمة كمان خلصت تعالوا بقى نعمل مع بعض سوس الجريفي يلا بينا أنا هجيب بس دي كده لأن أنا مسخنة الناحية التانية فمش هتنزل حرارتها عشان نعمل سوس الجريفي محتاجين بصل مفروم طوم مفروم لبن عادي يعني لبن بقري أو لبن حليم أو تستخدموا لبن جوز هند على سبيل التغيير أو على سبيل إن حد ما يقدرش يستخدم منتجات الألبان لسبب أو لآخر طوم مفروم أنا مستخدمة هنا ملح البحر ممكن نستخدم ملح في يود ممكن نستخدم من ملح العادي زبدة دقيق يبقى زبدة وبصل مفروم وطوم مفروم ودقيق ولبن جوز هند أو لبن عادي أو كريمة أو كريمة جوز هند ومرأة وفلفل اسود وملح وعندي بطاطس بيوري للتقديم المرأة ممكن تبقى طبعا مياه سخنة بسم الله يلا آدي الزبدة البطاطس بيوري لما أنا لو هقدم يعني الوصفة دي مع البطاطس بيوري بتحب الزبدة صراحة لإني أنا مش حطى أي إضافات على البطاطس غير الملح ودي البسط آدي التقوم المفروم الملح السوية سوس وقلب حطيت ملح إيه؟ يعني لا يزكر لإني أنا حطى سوي سوس عايزا يستوي كل المقادير دي عايزا هتستوي في الوقت ده أرفع اللحمة بتاعتي على طبق التقديم اللي أنا حطيت فيه السوطين وأبص على الكفتة إيه الأخبار ما بقلبهاش أول ما بنزلها في الزيت لإني لو قلبتها أول ما نزلت في الزيت حتنشف من جوه آه حتنشف إيه؟ حت حتفك فأنا مش عايز أقلبها غير لما تاخد اللون ده من أول اتجاه وتمسك نفسها خالص عشان ما تفكش معي لأن أنا مدخلتهاش الفريزر كويس قوي ممتاز بسم الله الرحمن الرحيم اخد بقى عايزة طبق عايزة طبق للبيوري بس هقول لكم عايزة قدمه ازاي فممكن اخد الطبق ده واحط في النص طبق أبيض للجريفي يعني عايزة نقدمه كده بطريقة مختلفة شوية هقول لكم بقى هاخد أوكي شوف الأحجام كده معلش ثانية واحدة بصلي في حاجة معينة في الماري عايزة أعمل معلش آه كده ممكن شوفوا هحط الطبق ده هنا وهحط البيوري حواليه وهحط الجريفي في النص نوسع للنفس كده بطبق بقى أو هحطه كده جواه مفيش مشكلة مش هتفرق آهو بس عشان يديني طعم للبطاطس لان زي ما قلت لكم انا ما حطتش حاجة في البطاطس خالص غير رشة الملح مع السلم فيعني مش مخدومة يعني مش مخدومة خالص كمان هادي اللحمة نوديها هناك وحطيت التدبيلة النذيفة معاها اوكي سوس الجريفي بقى اللي على النار ده هعمل فيه ايه بعد ما كل الحاجات كده تجنست مع بعضها هقوم واخداء منزل عليه معلقتين الدقيق الكبار وهقلب كويس قوي لحد ما الدقيق يختفي مايبقاش فيه ابيض والدقيق يستوي وبدهر الاسباتيلا كده ايه افرقهم كده مع بعض كويس قوي وبعدين اقوم منزلة بقى الكريمة او اللبن او كريمة جوز الهند او لبن جوز الهند ايا كان استخدمته ايه واقلب هنا بقى بتدي ازبط القوام بالشربة لو القوام بالنسبة لي كده اوكي خلاص لو عايزة القوام يبقى سايب اكتر احط شوية شربة تاني طيب فيه ناس بتحب الجريفي ده يبقى سموذ خالص كده يبقى هعمله ايه ساعتها هعمله اه هدربه في الكبه انا الجريفي بالنسبة لي كده خلاص ممكن نرفعه بقى من على النار نحطه هنا بسم الله الرحمن الرحيم وممكن لو حبيته تحطه معاه جبنة تسيح ماشي الحال ادي الجريفي وادي الكفتة احنا خلاص انا خلصت كفتة الفانيدي انا من عشقها يعني امي الله يديها الصحة يا رب اما تعملها ما باكلهاش حتى باي حاجة تانية يعني باكلها كده بدون اي اضافات يعني بحبها قوي 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 يمكن احنا الحاجة اللي احنا تربينا عليها واخدين على طعمها كده ورحتها بتبقى مميزة قوي بالنسبة لنا بالذات اجيالنا احنا يعني بتهيقلي لا مش اجيالنا يعني احنا كبار في السن ولا حاجة مقصودش كده بس يعني يمكن عشان احنا اجيالنا كلها تربط على نفس الحاجة يعني نفس الحاجة بنروح من مدرسة نلاقي ماما عاملاها مش زي دلوقتي ما كانش فيه التفنين قوي بتاع دلوقتي ده فانا بحبها جدا صراحة فادي الكفتة البانية يا جماعة هاخدها اوديها هناك يبقى احنا عملنا النهاردة من الاساسيات الكفتة البانية تدبيلة اللحمة الجريفي تدبيلة الفراخ وقلنا التدبيلة ممكن تشال لوحدها اللحمة والفراخ ممكن يتشالون ناين كمان الكفتة البانية ممكن تتشال ناية يعني الموضوع تقدروا ان انتوا تخزنوه بس انا قلت يعني نستفيد بالحلقة ونقول المعلومات بتاعة الطبخ كمان بتاعتهم او بتاعة الشاوي او بتاعت القلي بتاعتهم لكن أنتم ممكن تشيلوهم حتى الجريفي بتشال في الفريزر دي كانت حلقاتنا ووصفاتنا وأفكارنا النهاردة بتمنى تكون عجبتكم استنونا يوميا من 4 إلى 5 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة